السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا بكم النهاردة نكمل مع بعض شرح الدرس الرابع نشرح نشاط 9 الجهاز التنفسي من المفهوم الأول التكيف والبقاء من الوحدة الأولى الأنظمة الحية من منهج العلوم الجديد للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الأول نشاط رقم 9 الجهاز التنفسي فكر هل شعرت يوما بضيق في التنفس بعد الجري لمدة دقيقة أو دقيقتين في رأيك ما السبب في ذلك هل لحظت أنك تتنفس بشكل سريع عندما تحتاج إلى المزيد من الهواء في رأيك ما السبب في ذلك بيحتاج جسم الإنسان إلى الأكسجين من أجل القيام بوظائفه ونحصل على الأكسجين من الهواء الجوي يبقى جهاز الإنسان بيحتاج إلى أكسجين من أجل القيام بوظائفه نحصل على الأكسجين من الهواء الجوي طب الجهاز المسؤول عن إدخال الهواء إلى الجسم يسمى الجهاز التنفسي يبقى الجهاز التنفسي مسؤول عن إدخال الهواء إلى الجسم يبقى الجهاز المسؤول عن إدخال الهواء إلى الجسم يسمى الجهاز التنفسي أول حاجة نعرفها تركيب جهاز التنفسي يترقب الجهاز التنفسي من مجموعة أعضاء يوضحها الشكل التالي إيه هي الأعضاء دي؟ الأنف، البلعوم، القصبة الهوائية، الشعبتان الهوائيتان، الرئتان، الحجاب الحاجز يبقى تركيب الجهاز التنفسي على الرسم أول حاجة الأنف يبقى أول حاجة في تركيب الجهاز التنفسي الأنف بعد كده البلعوم والبلعوم مشترك في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي بعد كده القصبة الهوائية وبعد كده الشعبتان الهوائيتان الشعبتان الهوائيتان وهنا دي اسمها الحويصلات الهوائية الحويصلات الهوائية وهنا الرئتين الرئة ورئة وبعد كده هنا عندينا دي اسمها الحجاب الحاجز يبا تركيب الجاية النفسي تانع الرسم الأنف البلعوم القصبة الهوائية الشعبتان الهوائيتان وبعد كده يسمى الحوائي الصلاة الهوائية والرئتان رئة ورئة وهنا الحجاب الحاجز كيف يمد الجهاز تنفسي خلايا الجسم بالأكسوجين كيف يمد الجهاز تنفسي خلايا الجسم بالأكسوجين المخطط التالي يوضح مصاري الهواء داخل جسم الإنسان أول خطوة عندما تتنفس يدخل الهواء من الأنف والفم ثم ينتقل إلى البلعوم يبقى الخطوة الأولى عندما تتنفس يدخل الهواء من الأنف والفم ثم ينتقل إلى البلعوم رقم اثنين يمر الهواء من القصبة الهوائية إلى الرئتين عن طريق الشعبتين الهوائيتين يبقى الهواء يمر من القصبة الهوائية إلى الرئتين عن طريق حاجة اسمها الشعبتين الهوائيتين عن طريق الشعبتين الهوائيتين بعدك تنقصم الشعبتين الهوائيتين إلى شعيبات الهوائية متفرعة تشبه أغصان الشجرة تنقصم الشعبتين الهوائيتين إلى شعيبات الهوائية الشعيبات الهوائية متفرعة تشبه أغصان الشجرة في نهاية هذه الشعيبات الهوائية توجد أكياس صغيرة تسمى الحويصلات الهوائية يبقى في نهاية الشعيبات الهوائية توجد أكياس صغيرة تسمى الحويصلات الهوائية تحاط الحويصلات الهوائية بشبكة من الأوعية الدموية حيث ينتقل منها الأكسجين إلى مجرى الدم إذا الحويصلات الهوائية تحاط بشبكة من الأوعية الدموية حيث ينتقل منها الأكسجين إلى مجرى الدم الجهاز التنفسي تعرف المسؤول عن إدخال الهواء إلى الجسم وطرد ما لا يحتاج جسم إليه وكذلك التخلص من المواد الزائدة يبغى الجهاز التنفسي وظيفته إيه؟ الجهاز التنفسي هو الجهاز المسؤول عن إدخال الهواء إلى الجسم وطرد ما لا يحتاج الجسم إليه وكذلك التخلص من المواد الزائدة عملية التنفس هي عملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم يبغى عملية التنفس عملية دفع الهواء داخل وخارج الجسم عملية التنفس تحدث داخل الجسم التلقائي دون الحاجة للتفكير في الأمر يبقى عملية التنفس تحدث داخل الجسم تلقائيا دون الحاجة إلى التفكير في الأمر تحدث عملية التنفس عن طريق عمليتين رئيسيتين الشهيق والزفير يبقى عملية التنفس تحدث عن طريق عمليتين رئيسيتين هما الشهيق والزفير طيب أثناء عملية الشهيق يتم استنشاء غاز الأكسجين يبقى أثناء عملية الشهيق نستنشق غاز الأكسجين ينتقل الأكسجين عبر الدم إلى جميع خلايا الجسم عن طريق الأوعية الدموية يبقى أثناء عملية الشهيق يتم استنشاق غاز الأكسجين ينتقل الأكسجين عبر الدم إلى جميع خلايا الجسم عن طريق الأوعية الدموية لا نستطيع تخزين أكسجين بمقدار زائد عن حاجة أكسامنا لذا من الضروري استنشاق أكسجين نقي ومتجدد باستمرار حتى يستطيع الجسم القيام بوظائفه يبقى لا نستطيع نخزن أكسجين بمقدار زائد عن حاجة أكسامنا لذا من الضروري نعمل استنشاق أكسجين نقي ومتجدد باستمرار حتى يستطيع الجسم القيام بوظائفه بقى أثناء عملية الزفير يطرد الجسم غاز ساني أكسيدي كربون غاز ساني أكسيد كربون يضر الجسم إذا لم يتم التخلص منه يبقى غاز ساني أكسيد الكربون يضر الجسم إذا لم يتم التخلص منه عملية التنفس أو يسموها تبادل الغازات تتم بمساعدة عضلة كبيرة تسمى عضلة الحجاب الحاجز يبقى عملية التنفس أو تبادل الغازات تتم بمساعدة عضلة كبيرة تسمى عضلة الحجاب الحاجز الحجاب الحاجز تعرفه عضلة كبيرة تساعد في حركتي الشهيق والزفير يبقى أن يقول لك عضلة كبيرة تساعد في حركتي الشهيق والزفير تقول الحجاب الحاجز رقم ثلاثة مقارنة بين عمليتي الشهيق والزفير يبقى أن قارن بين عمليتي الشهيق والزفير يبا يقول لك قارن بين عمليتين الشهيق والزفير هنا عملية الشهيق دخول الهواء محمل بغاز الأكسوجين إلى الرئتين أما عملية الزفير خروج الهواء محمل بغاز سانوكسيك كربون من الرئتين يبا أول حاجة في وجه المقارنة تقول عملية الشهيق دخول الهواء محمل بغاز الأكسوجين إلى الرئتين أما عملية الزفير خروج الهواء محمل بغاز سانيوكسيكربون من الرئتين في عملية الشهيك تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك لأسفل تنقبض عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك إلى أسفل أما في عملية الزفير تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك إلى أعلى في عملية الزفير تنبسط عضلة الحجاب الحاجز وتتحرك إلى أعلى في الشهيك عضلة الحجاب الحاجز تنقبض وتتحرك لأسفل أما في الزفير عضلة الحجاب الحاجز تنبسط وتتحرك إلى أعلى في عملية الشهيك يتسع القفص الصدري أما في عملية الزفير يضيق القفص الصدري طيب هنا بيقول لك إشرح دور الحجاب الحاجز في التنفس خلال عمليتي الشهيق والزفير فتقولين ينقبض الحجاب الحاجز أثناء الشهيق مسببا اتساع القفص الصدري فيدخل الهواء إلى الرئتين ينبسط الحجاب الحاجز أثناء السفير وتضيق مساحة القفص الصدري ويندفع الهواء إلى الخارج إذا لما يقول لك إشرح دور الحجاب الحاجز في التنفس خلال عمليتي الشهيق والزفير تقوله أول حاجة ينقبض الحجاب الحاجز أثناء الشهيق مسببا اتساع القفص الصدري فيدخل الهواء إلى الرئتين بعد كده ينبسط الحجاب الحاجز أثناء السفير وتضيق مساحة القفص الصدري ويندفع الهواء إلى الخارج هنا في تدريب بكل ضع علام الصح أمام الاختيار الصحيح واحد أي مما يلي ليس من مكونات الجهاز التنفسي هنا يجيب لك الأنف من مكونات الجهاز التنفسي الفم الرئتين القصبة الهوائية فهنا عندنا الفم ليس من مكونات الجهاز التنفسي إنما هو من مكونات الجهاز الهضمي فنعلم على الفم رقم اثنين الهواء الذي يخرج أثناء عملية الزفير يكون محملا بغاز غاز غاز ثانوكسيك كربون فنعلم على غاز ثانوكسيك كربون رقم ثلاثة ينقبض الحجاب الحاجز لأسفل أثناء عملية رقم أربعة يتم امتصاص العناصر الغذائية من الطعام المهضوم فيه امتصاص العناصر الغذائية هل في المريء ولا المعدة والرئتين والأمعاء الدقيقة امتصاص العناصر الغذائية يكون في الأمعاء الدقيقة رقم خمسة تسمى عملية تفتيت الطعام وتحويله العناصر الغذائية باسم التنفس الهضم الاخراج الاحساس تسمى عملية ايه تسمى عملية الهضم فنعلم هنا على الهضم سين سؤال على الدرس الرابع واحد اختر اجابة صحيحة واحد اي الوظائف التالية لا تعد من وظائف الجهاز الهضمي هنا اجيب لك التخلص من بقية الطعام ضخ الدم لجميع اجزاء الجسم امتصاص العناصر الغزائية خلق الطعام بالعصارة فنختار رقم بق ضخ الدم لجميع اجزاء الجسم دي ليست من وظائف الجهاز الهضمي رقم اثنين تتم عملية الشهيق والزفير بمساعدة عضلة يبلك القلب الحجاب الحاجز الرئى المريء فنختار الحجاب الحاجز رقم ثلاثة يبدأ الجهاز الهضمي في جسم الانسان بالامف المعدة الفم العين فنختار نختار الفم يبقى الجهاز الهضمي يبدأ بالفم السؤال رقم اثنين اكمل العبارات الاتية باستخدام الكلمات بين القوسين واحد الجهاز الذي يمد الجسم بالاكسجين هو الجهاز نغط الجهاز التنفسي نختار التنفسي رقم اثنين من اعضاء الجهاز التنفسي الرئى فنختار الرئى رقم ثلاثة انبوب به عضلات يدفع الطهام الى المعدة هنا يجبلك القصبة الهوائية والمرئ فنختار المريء رقم اربعة عضو يخلط الطعام بالسوائل والعصارات الهضمية هل المعدة ولا المريء فنختار المعدة رقم خمسة يتم طرد غاز سانوكسيك كربون من الجسم اثناء عملية الزفير فنختار الزفير رقم ثلاثة اضع علامة صح او علامة خطأ امام العبارات الاتية واحد يتحول الطعام من صورته المعقدة الى صورة ابسط اثناء عملية الهضم العبارة صحيحة رقم اثنين تقوم المعدة بامتصاص السوائل من الطعام غير المهضوم العبارة خطأ رقم ثلاثة الجهاز التنفسي هو المسؤول عن دخول الهواء الى الجسم العبارة صحيحة رقم اربعة عند الجري وبزل مجهود يقل عدد مرات التنفس العبارة خطأ رقم خمسة يمر الطعام خلال الامعاء الغليظة قبل وصوله الى الامعاء الدقيقة العبارة خطأ رقم ستة يعمل كل من اللسان والاسنان على مزج الطعام باللعاب العبارة صحيحة السؤال رقم اربعة اكمل ما يأتي واحد اثناء الزفير يخرج من الرئى غاز نغط غاز سانيوكسيكاربون طب رقم اثنين في عملية الشهيق ينقبض الحجاب الحاجز ويتحرك الى الى اسفل فنكتب هنا اسفل رقم اربعة عندما تتناول الطعام يحصل جسمك على نغط لتتمكن من اداء الوظائف المختلفة يحصل جسمك على الطاقة فنكتب هنا الطاقة في رقم خمسة بيقول لك رتب المصار الذي يتحرك فيه الطعام داخل الجسم فاول حاجة عندنا الفم بعد كده الفم الى الحلق والبلعوم منه الى المريء وبعد المريء الى المعدة من المعدة الى الامعاء الدقيقة هناك بعض الطعام الذي استهلكته ويستفيد منه جسمك يتضفق هذا الطعام الى الامعاء الغليصة ومنه الى فتحة الشرج الصور رقم ستة وكشرح ما يحدث عند قيام الجسم بعملية الزفير يخرج الهواء محملا بغاز سانوكسيكاربون من الرئاتين تنبسط عضة الحجاب الحاجز وتتحرك الى اعلى ويضيق القفص الصدري وكده يكون الصنا معاكم من هاي الدرس النهاردة ارجو اكون استفدتم معانا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة